نجيب كده كراسة نجيب دفتر نجيب ورقة وقلم ونكتب كل الاحتياجات وين حضرتك راحة جاي في البيت وحضرتك برا البيت او جوا البيت كأب اخوات كبار افتكروا كل حاجة ممكن طفلنا يحتاجها في السفرية دي اللي بتكون خارج المنزل ارجوكم بلاش الاعتماد على الزاكرة لان حاجات الطفل وتفاصيله كتيرة فعلا اكتر بكتير مما نتخيل واكيد كل اللي مروا بالتجربة دي او حتى تجربة الخروج يعني لو هتخرجي مع ابنك انتي وزوجك وابنك وبتاعك هتلاقوا نفسك وانتوا برا في مرات كتيرة اقولوا ايه معلش هننسيه تجيب مش عارف ايه معلش هننسيه تجيب فما بالكوا بقى بالسفر فزي ما بقولوكم ارجوكم ما تعتمدوش على الزاكرة اكتبوا كل حاجة مهما كانت بسيطة وابدأوا زي ما قلت كتابة القيمة دي قبل السفر بكزا يوم زي ما قلتلكم بأسبوع على الاقل وان في نقطة تانية ما تعتمدوش على انكم هتجيبوا حاجات معينة من هناك يعني من مكان السفر هقوللكو زي ايه احيانا لو ابنكو او ابنتكو مثلا بيلبس حفاظة معينة فانتو تقولوا ايه ما ناخدش بقى الحفاظة دي واحد اكيد هنلاقيها هناك لا مش اكيد انكم هتلاقوا نفس النوع ومش اكيد هتلاقوا نفس المقاس اللي بيناسب طفلكم فخلوا بالكوا النوع والمقاس ده في حاجة زي الحفاظة هو ممكن ما تكونش متوفرة فما بالكوا بقى بحاجات تانية زي مثلا لبن اطفال زي حاجات في حاجات طبعا ممكن نجيبها من هناك لكن في حاجات كده اساسية فكروا شوية قبل ما تقولوا ايه نخدها نجيبها من هناك عشان نوفر المساحة او كده المساحة دي هاجلها دلوقتي طب هناخد معانا ايه هناخد معانا سرير الطفل ايه ده السرير ازاي هنجيب بقى عربية ونشحن لا سرير الطفل اذا كان من النوع اللي بيتطبق خلوا بالكوا ان اغلب سرائر الاطفال دلوقتي فيها قابلية انها بتتطبق وبتبقى في الاخر حجمها صغير كده وحتى بيبقى لها كفر او بيبقى لها غطى تمام اذا كان السرير بيتطبق بناخده ليه انا بقولكوا ناخد السرير ده اول حاجة انا قلتها لان تغيير مكان النوم لوحده كده بالنسبة للطفل بيخلي الطفل قلقان وهو اصلا في الشهور الاولى بينام وحش يعني بينام قليل وبينام ويقلق ويصحى يعيط وبتاع فاحنا مش عايزين نزود الحكاية وجود سرير الطفل معاه بيساعدوا جدا على مكافحة القلق ده يعني هتلاحظوا الحكاية دي وكل اللي بيسمعون يمروا بالتجربة دي وسفروا مثلا مرة من غير السرير وسفروا بالسرير بتاع الطفل صدقوني هتلاقوا المسألة فيها فرق شاسع جدا ده طبعا بشرط ان السرير يكون بيتطبق هناخد ايه كمان هناخد مخدة الطفل اللي هو بينام عليه اذا كان في عمري يسمح ان هو ينام على مخدة يعني لانه في الشهور الاولى ممكن ما ينامش على مخدة هناخد مليته والحافه وبطنيته اه هناخد الحاجات دي ما تعتمدوش يعني فيه ناس تقول ايه احنا مثلا مسافرين فندق انا عايز اقول لكم تجربة السفر للفنادق مهما كانت الفنادق قوية وكبيرة حاجات الاطفال احيانا بتفلت منهم شوي او بتبقى عندهم ستاندرد للاطفال الكبار شوي واحنا بنتكلم على الاطفال الصغيرين اللي هي ايه احنا اتفقنا الشهور الاولى فخدوا حاجة الطفل معاكم خدوا مليته وفوته وبطنيته وهكذا بناخد كمان حاجات لاستحمام بتاعت الطفل اه الليفة بتاعته الفوطة يعني لو فوطة او اكتر يعني بناخد شامبو الشعر بتاعه بناخد سائل لاستحمام بتاعه اللي هو الشاور خلاص خلوا بالكوا قوي من النقطة دي مش لازم بقى ناخد البنيو لان برا بقى لا يعني او في المكان اللي انتوا هتكونوا فيه سواء كان في فندق او في مكان بيت عيلة او الكلام ده كله هتقدروا انكم تتصرفوا وتساعدوا بعض طبعا كزوج وزوجة وتحموا الطفل لكن تاخدوا حاجاتوا معاكم الحاجات اللي بيستخدموها في الاستحمام دي نقطة مهمة قوي بتفوت على ناس كتير قوي زي كده لما بتفوت علينا احنا ككبار ان احنا ناخد معجون السنان والفرش ونقول ايه ما هو في الفندق ممكن لو مسافرين برا الفندق هيدوها احيانا بيدوها احيانا ما بيدوش خلوا بالكوا من النقطة دي تمام لازم كل الهدوم الهدوم بتاعت الطفل سواء هدوم بيت او هدوم خروج تكون بالزيادة ما هو مش هتخصر ما انتم مش هت يعني هتفضل في اماكن لو ما استخدمتش بس انا بقولكم بقى هتستخدم كل الهدوم تكون بالزيادة ما تاخدوش هدوم على القد حتى لو سفرية صد رد زي ما بنسميها او رجعين في نفس اليوم او هنقعد يوم بليلة او هنقعد يومين ونرجع خدوا هدوم بالزيادة سواء هدوم خروج او هدوم بيت وهدوم الخروج دي كتيرة وهدوم البيت كتيرة قوي الفانيلات اللي ليها كابسولة كده من تحت كباسين كده الفانيلات النص كم الفانيلات الكم الطويل انا بتكلم يعني في الاجواء البردق وهكذا وما ننساش برضو الشربات والبفتات الشبشب غطى الراس لو كان الطفل بنغطي راسه بطاقية او بيلبي سكاب لما يخرج ما ننساش الحفزات كريم الحفزات بتاع الوقاية اللي هو الكريم اللي بنقي بيه جلد من التهاب لمنطقة المقعدة الكلونية بتاعة الطفل لو بنحطوله كلونية بعد ما يستحمى فرشة شعره لو بنات بناخد التوك بتاعتهم فرش الأسنان فرشة الأسنان ومعجون الأسنان وخلوا بالكم معجون الأسنان بتاع الأطفال بيفرق عن الكبار يعني فيه معجون أسنان مخصص لتحت سن سنتين وده ضروري على فكرة دي نقطة ضرورية لأن هنا بلعوا ما فيهوش مشكلة خلاص بعد السنتين بيبقى فيه معجون أسنان تاني خلاص إذا الطفل بيرضع صناعي بناخد الببرونات وبناخد اللبن وبناخد ترموس أو زجاجة تجهيز المياه لأنه بنجاهز المياه بتاعت الرضعة والترمومتر هقول لكم زي يعني مثلا بنجيب المياه وبنسخنها وبنشوف بالترمومتر ودرجة الحرارة المفروض تكون درجة الحرارة ما بين 37 و 39 يعني ما تزيدش عن 40 ميت الرضعة تمام بناخد كمان العدة بتاعت غسيل الببرونات إيه هي؟ سواء جهاز التعقيم وانا الحقيقة عندي رأي يعني في جهاز التعقيم ده بس هقوله في آخر الكلام أو وسائل التنظيف التقليدية اللي هي فرشة الببرونات كل اللي عندهم أولاد بيرضع أو أطفال يعني بيرضعوا صناعي يعرفين قصد فرشة طويلة كده بتجيب اللي بتنظف الببرونات كلها فرشة اللي بتنظف الحلمة نفسها بتاعت الببرونا سائل التنظيف تمام التتينة لو الطفل بياخد تتينة وزي ما قلتلكم عايزة أقول كلمة عن جهاز التعقيم انه مالوش لازمة قوي يعني لو عندوكو ماشي انما لو ما عندوهمش ما يكلفوش نفسهم ويجيبوه قوي لأنه جهاز التعقيم دلوقتي أجهزة تعقيم بقت مكلفة جدا وكل أهالينا وإحنا كأطفال لما كنا أطفال يعني أجيال بقى زمان ما كانش فيه جهاز تعقيم وحتى كانت الأمراض أقل يعني عشان بس دي ملحوظة كده وفكروا فيها شوي خلاص بناخد كمان أدوات الأكل إذا كان الطفل بدأ الأكل الخارجي يعني مع الرضاعة طبعا بناخد طبق أو أكتر بناخد معلقته كباية الميا كباية العصير بافتات الأكل سواء اللي بتستخدم لمرة واحدة بتبع عاملة زي المناديل الورقية كده أو فيه بافتات بلاستيك طبعا اللي بتتغسل أدوية الطفل المعتادة زي الفيتامينات مثلا دواء الحرارة مراهم للتهابات مرهم مضاد حيوي جل التسنين ترمومتر طبي عشان نقيس درجة حرارة الجسم والحاجات اللي الطفل بيحبها هتقولولي إيه الحاجات اللي الطفل بيحبها هده بيحب عاجات كتير